في لقاء كفعليا مع حشد من الشباب وبحضور عشرين وزيرا دعا رئيس الوزراء الدكتور هاني المنق المواطنين إلى التضحية وتخفيف الاستهلاك لمواجهة الأعباء الاقتصادية مؤكدا في الوقت ذاته أن الوضع الاقتصادية للمملكة قوي تفاصيل اللقاء في التقرير التالي الأردن يتعرض لمشاكل اقتصادية منذ استكلاله وبناء الوطن يكون بالأقناع وليس بالصوت العالي هكذا بدأ رئيس الوزراء هاني الموكي حديثه في جلسة حوارية مع 130 شابا من أبناء الوطن اللقاء الأول وليس الأخير مع قادة المستقبل لطرح الأفكار ومناقشتها لتطوير الأداء إضافة لنقل نقاط القوة من المركز إلى الأطراف في المجال الاقتصادي أو المجال الاجتماعي أو المجال الخدمي التعليم الصحة يجب أن نأخذها الآن الأردن تعرض لمشاكل كبيرة على مر السنين من أخذنا استقلالنا وإحنا كل عشر سنوات عندنا قضية والقضية ليست من فعل أيدينا وإنما من التزامنا القومي والإسلامي والعربي ورغم إكراره بالوضع الاقتصادي الصعب أكد الملقي أن المالية العامة للمملكة ممتازة وإن الاقتصاد قوي مشددا على أن التشغيل هو العامل الأساسي في بناء الأوطان اقتصاد الأردني اليوم منتج لمليون وستمائة ألف فرصة عمل أنتو بتعرفوا عدد الوافدين معناه كل فرصتين عمل بنتجهم واحدة لأردني واحدة لغير أردني أنه 800 ألف لحصاءات اليوم بتقول وهي أكثر بس أنا بدي أمشي على الأقل فالاقتصاد الأردني كل ما بنتج فرصتين عمل بأخذ الأردني فرصة واحدة وغيرها كل فيه بدنا كل ما ننتج فرصتين نأخذ فرصتين التضحية وتخفيض الاستهلاك مع طالبة وجهها الملقي للمواطنين إضافة إلى تحدي كل الصيعاب بالهمة والنظرة الثاقبة مش بطلوب مننا إحنا إلا نخفف من استهلاكنا فداءً للوطن مش أقدم حياتي أقدم القليل القليل وشفت الأردنيين بمجملهم شفتهم مستعدين مستعدين يقدموا الغالي والنفيس الاستهلاك طبعا موضوع كتير مهم بالنسبة للسياسة الاقتصادية لكن في نهاية المطاف عندما ننظر إلى السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة الاقتصادية لابد من مفاضلات في محددات معينة والنظر إلى الأولويات في هذه المرحلة تحديدا الشباب لهم الدور الأكبر في عملية البناء والتخطيط للمستقبل لا يتم دون معرفة احتياجاتهم الفكرة من وزارة الشباب هي ليست فقط للرياضة رياضة مهمة ولكن حتى نتعاون ونتحاور نتحاور هذه الوزارة مع جيد الشباب الشخص لازم يشغل على حاله لأنه التنافس حقيقة شديد اليوم الحكومة بتوفر 5400 فرصة عمل فقط لا غير فبالتالي القطاع الخاص كله بدي يستوعبكم وحتى يقدر القطاع الخاص يستوعبكم بكل أمانة لازم تكونوا جاهزين للقطاع الخاص بدنا شبابنا يكونوا منخرطين لأنه راح تأثروا على السياسات اللي احنا بناخدها لما جيل الشباب يسمع صوته قضايا الترحيل اللي حكى عنها دولته في البداية لن تتم لأنه الترحيل بصير على حساب الشباب ولما نسمع صوت الشباب لن يسمح الشباب بترحيل القضايا اللي بنعني منها العبد الفقير اللي أمامكم بلش مساعد خياط وهذا ليس تخصصي ولكن بلشت الفرصة الأولى والشغل الأولى هي اللي بتحطكم على الطريق الصحيح النوافذ التمويلية 25 مليون دينار متوفرين بصندوق التمي والتشغيل للتشغيل الثالثة الجماعي وانتقد الموقي كل من يتحدث في المجال الاقتصادي على غير علم مؤكداً أن الأردن لم يصل إلى مرحلة الإفلاس لما يجي واحد يتكلم عن موضوع اقتصادي يجب أن يتكلم وهو عالم في الموضوع الاقتصادي عدم ترحيل المشاكل والأزمات نهج حكومي أكده الملقي خلال اللقاء داعياً إلى إدامة التواصل مع الشباب وتلقي التغذية الراجعة أسامة العدوان رؤية ترجمة نانسي قنقر